الحمد لله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساءا وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ويقول الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيها المسلمون إن المتأمن في هذه الآيات في هذه الآيات وأمثالها وربنا جل وعلا يذكر لنا بأن كتابه موعظة وبأن كتابه هدى ورحمة لأهل الإيمان وأنه شفاء لما في الصدور كل هذه الآثار والثمار التي يذكر الله عز ويذكرها الله تبارك وتعالى في حق كتابه وكلامه والقرآن الكريم كلما أقبل المسلم على كتاب ربه تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما لمعانيه وعملا به كلما ظهرت هذه الآثار والثمار في حياته وعلى هذا كم نحن بحاجة ماسة أن نقف مع آيات القرآن سواء في خطم الجمعة أو غيرها فكلام الله تعالى هو أساس الوعظ والدعوة والتبليغ أي من أراد أن يبلغ الناس دعوة الله ويذكرهم فأعظم ما يذكر نفسه ويذكر الناس هو كلام الله في هذه الخطبة نقف وقفاتٍ موجزة مع سورةٍ من سور القرآن الكريم القصار وهي سورة الضحاء وهذه السورة مكية ومعنى مكية أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآيات ففي قوله جل وعلا والضحى قسم من الله بالضحى والمراد بالضحى هو النهار يقسم الله تعالى بالنهار وضيائه ولذلك في السور التي قبلها أقسم الله أقساماً مشابهة كقوله جل وعلا والليل إذا يرشى والنهار إذا تجلى إلا أنه في هذه السورة سورة الليل قدم القسم بالليل قبل القسم بالنهار وقال تعالى في سورة الشمس والشمس وضحاها والقبر إذا تلاها والليل إذا يرشاها الله يقول أعود والضحى أقسم الله بالنهار بالنهار كله وإن كانت في الضحى قد تطلق أيضاً على أول النهار كما هو معروف والليل إذا سجى هذا هو القسم الثاني أقسم الله بالليل إذا سجى أي إذا غطى بظلامه الكون وسكن الناس عن الحركة وربنا له أن يقسم بما شاء جل في علاه يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله أو بإسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فإذا حلف بغير الله معنى أنه وقع في النهي والمحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وجاء أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفاً بالله فليحرف بالله أو ليسمت من كان حالفاً فليحرف بالله فيا عباد الله يقول الله والضحى والليل إذا سجى وقد فهمنا معنى كلمة السجى فالله يقول فارق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فسبحانه جل وعلا الذي جعل الليل لباسه وجعل النهار ضعام عشاء سبحانه جل وعلا الذي جعل الليل للناس ليسكنوا فيه وجعل النهار ليبتغوا من فضله تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً أقسم الله على ماذا يا عباد الله؟ لأنه عندنا قسم والقسم واضح والضحى والليل إذا سجى فعلى ماذا أقسم الله؟ وما هو جواب القسم؟ ما ودعك ربك وما قلا أقسم الله على عنايته بنبيه ولصبر هذه السورة سبب نزول كما في الصحيح من حديث جندب رضي الله عنه أنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى وشكوا معنى هذا اشتكى بمعنى مرض فلم يقم ليلة أو ليلتين وكان بعض الكفار بل بعض الكفار من المشركين والمشركات يراقب هذا فقالت امرأة ما أرى محمداً إلا أن شيطانه قد فارقه وهي تقصد بالشيطان من الملك وهو جبريل فأنزل الله تعالى ما ودعك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولذلك جاء أيضاً في لغاية أخرى أنه لما أبطأ جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام قال من الكفار ما نرى محمداً إلا أن ربه قد ودعه أي قد تركه قد تركه فأنزل الله هذه الآيات وأقسم الله بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ودع نبيه أي ما تركه ولا أبغضه ولذلك معنى قوله ما ودعك ربك وما قلا أي ما تركك منذ اختارك منذ اصطفاك بل عنايته بك مستمرة لا تنقطع ما ودعك ربك وما قلا وما قلا أي ما أبغضك منذ أحبك سبحانه جل وعلا ثم قال جل وعلا فهذا بارك الله فيكم أي نستفد من قوله ما ودعك ربك وما قلا أن عناية الله تعالى واختيال الله لنبيه ومحمتي ثابتة مستمرة ما ودعك ربك وما قلا أي كما زعم هؤلاء الذين قالوا بأن رب محمد قد قل نبيه أو قل محمدا وتركه ثم قال جل وعلا بعد قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة أي يا نبي الله يا رسول الله ربنا جل وعلا يوحي لنبيه وحي وللآخرة خير لك من الأولى أي من الدنيا فالدنيا دار فداء معالها إلى الزوال والبقاء والقرار في الآخرة فالله تعالى بين وذكر وذكر نبيه لأن الآخرة خير له من هذه الدنيا ولذلك كان عليه الصلاة والسلام وقد علم ما هو الخير له أزهد الناس في الدنيا لا يراها شيئا ولذلك جاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام إذ تجعل حصير فقام وقد أثر على جنبه فقام ابن مسعود ينظف ما علق على جنبه فقل يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نضع شيئا فوق الحصير فماذا كان جوابه يا عباد الله ماذا كان جواب نبينا عليه الصلاة والسلام بالمسعود قال ما لي ولي الدنيا ما أنا إلا كراكب ظل تحت شجرة أي استظل ثم راح فتركها كراكب يستظل تحت شجرة ثم يترك هذه الشجرة انظروا كيف مثل الدنيا ولذلك يوم خيره الله في مرض موته في آخر حياته بين زهرة الحياة الدنيا وأن يعطيه ما يريد منها وبين ما عند الله فماذا اختار خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه وكان مريضا فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عنده قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله فديناك بأبائنا وأماتنا فقال بعض الصحابة هو الذي روى الحديث فتعجبنا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر شخصا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله لأنه ما قال لهم أنا بل قال عبد فتعجبنا من أبي بكر كيف يقول فديناك بأبائنا وأبهاتنا قال فماهي الأيام ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا بأن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أثقهنا أي فهم الأمر وعلم بأن المخير هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال وللآخرة خير لك من الأولى أي من الدنيا ولذلك انظروا يا عباد الله الآخرة في الحقيقة ليست فقط خير في حق النبي لو فهمنا وأدركنا وتأمننا القرآن فالله جل وعلا قد ذكر المؤمنين في مواطن متعددة أن الأخرة خير وأبقى كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى آخرة خير وأبقى وقال جل وعلا وما أوتيت من شيء فمتع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون؟ ثم قال تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى إيش بعد هذا؟ لو تأملنا هذه الآية لعلمنا أنه لا يمكن لأحد أن يعبرك هذا التعبير ومن أصدق من الله حديثاً معنى ولا سوف يعطيك ربك أي يا نبي الله سيعطيك ويعطي أمتك ما من الثواب الجزيل ما يجعلك ترضى وترضى أمتك ولسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه الله الكوثر إن أعطيناك الكوثر وخصه الله بالشفاعة العظمى ويوم القيامة يوم يقل أمتي أمتي ويبكي فيرسل الله جبري إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قل له يا محمد إن سنرضيك في أمتك ولا يسوق فوعده الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم ذكره الله تعالى بنعمه وألائه السابقة والماضيع عليه واللاحق كذلك وهذا من تعداد النعم ولا شك أن في هذا المنهج الرباني في تعداد النعم درس لكل شخص ولكل مسلم تذكر كيف كنت ثم كيف صرت كنت فقيرا ثم صرت غنيا تنسى أنك كنت فقيرا كنت مريضا ثم صرت صارعا تنسى أنك كنت مريضا فالله عز وجل يقول لا ينبقي هذا ولا يصلح أن الشخص ينسمكا عليه قال الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدا ووجدك عائلا فأغنى أي ألم يجدك يا نبي الله ربك سبحانه يتيما فآوى معنى فآوى أي آواك وآوابك ظمك الله عز وجل مات أبوك وأنت في بطن أبك ثم ماتت أمك وعمرك سس سنوات أي رسول ماته وعمره سس سنوات ماتت أمه ثم عطف الله عز وجل عليه قلب جده أبي طالب وبقي عنده مدة وتوفيه جده وعمره ثمان سنوات ثم عطف الله عز وجل عليه قلب عمه ما عنده مراف ما عنده رموال ما ترك له أبو شيئا كما هو معلوم فقام عمه أبو طالب برعايته والعناية به وجعله واحدا من أولاده وبقي على ذلك يعتني به ويرعاه حتى بعثه الله على رأس الأربعين نبيا فجعله الله حاميا وناصرا له ومعينا له وسدا منيعا أمام المشركين واذيتهم هذا وأبو طالب على ملة أبيه ويده من عبادة أوثان حتى توفي أبو طالب فصلطوا عليه من صلطوا من جهالهم وسفهائهم ثم هيئ الله له عز وجل الأوسى وخزره فنصروه فكانهم الأنصار فآواه الله عز وجل إلى المدينة ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ظالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ما معنى قوله تعالى ووجدك ظالا أي لا تعرف أي ووجدك ظالا للسنبية ولا رسولا ولا تدريم القرآن ولا العلم كقوله جل وعلا وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشأ من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكقوله جل وعلا وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وفق الله الجميع المحب وارضا قلتم ما سمعتم وأصلاف الله عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد ثم قال جل وعلا بعد قوله تعالى ووجدك ظالا فادا ووجدك عائلا أي فطيرا فأغنأك وأغنى بك سبحانه جل وعلا ولذلك انظروا حتى قبل الإسلام كيف هي الله له وتزوج بخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وكيف أنها جعلت تجارتها ومالها بيده أليس هذا من تهيئة الله وإجنائه له سبحانه جل وعلا أي نبيه ثم أغناه الله بعد ذلك بالغنائم وكل ذلك من فضل الله ومنته على نبيه وويدك عائلا فأغنى وأغناه الله بأعظم الغنى وأعلاه ألا وهو غنى القلب والقناعة فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أزهد الناس وهو أقرع الناس وهو أغنى الناس نفسا عليه الصلاة والسلام ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الغنى الحقيقي ليس متعلق بالأمور المادية والحسنية حتى قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وكذلك قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله مماتا رواه المسلم من حديث عبد الله بن عمر لنعلم أيها المسلمون أن الغنى ليس ما يتبادر إلى أذان الناس أنه الغنى المادي فقد يكون الشخص من أكثر الناس مادة وهو من أفقل الناس نفسا وقلبا لعدم وجود القناعة والرضا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس أما إذا بقي الطمع والجشع والهلع لهذه الدنيا فسيكون حاله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي حال الشخص لو كان لبن آدم واديا من ذهب لبتغى ثانيا ولا يملأ جوف ابن آدم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب قال عز وجل ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر انظروا كيف أن الله عز وجل ذكره وعدته بن عمي عليه أنه كان يتيما فآوه وكان ظالا فهداه وكان عائلا فاغناه فقال فأما اليتيم فلا تقهر أي فكما آويناك يتيما فلا تقهر اليتيم وهو الذي مات أبوه قبل الولوغ لا تذله لا تنهوه فهكذا يحث الله نبيه عليه الصلاة والسلام على أن يرعى اليتيم ويعطف على اليتيم ويتعامل معه بالرحمة والليم ولا شك أن هذا أمر لأمته ولا ينبغي أن يكون حال المسلمين كحال الناس في الجاهلية الذين وصف الله أحوالهم في كثير من الآيات فيما يتعلق بتعامرهم مع اليتامة اليتيم قد يكون ابن أخيك قد يكون ابن أختك قد يكون ابن عمك قد يكون أخوك قد يكون اليتيم أخاك وهكذا الله يقول عن الكفار المكذبين بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أن يدفعه وينفعه عن حقه بعنف وقوة هذه ليست من صفات المؤمنين الصالحين الذين يخافون الله ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعه السبب والإبهام عباد الله قال الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر كما أن الله أغنك وكما أن الله عز وجل لها ذاك إذا جاءك سائل سواء كان مسترشدا ليسأل عن العلم أو كان سائل يحتاج شيء من أمر الدنيا فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر أي لا تنهره بالقول السيء ولا ترده بظلطة وعنف وشدة ولذلك قد قال ربنا وهو يخاطب نبيه وأمة في ذلك تعب تتبع لمن يأتيه وهو يرغب في شيء من هذه الدنيا مما كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام قال الله وإما تعرضن عنهم ابتداء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا أي قولا سهلا يسير قولا طيبا سهلا لا تردهم بعنف وغلظة إما أن يكون عندك شيء فتعطيهم وإن لم يكن فعدهم عدة حسنة وطيبة ثم قال عز وجل بعد قوله وأما السائل فلا تنهر قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وعلى أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام معنى حدث الناس بنعمة الله عليك بالرسالة والنبوة ونعمة الله عز وجل عليك بالنصر والتبكين والتأيين وغير ذلك مما أنعم الله عليك في الدنيا وما تنتظره في الآخرة مما عده الله عز وجل لك في الجنة وكذلك لست فيدي عباد الله من هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث أن التحدث بنعمة الله سبيل وطريق لشكرها نعم فأنت لا بد أيها المسلم أن تستحذر أن ما عندك من الصحة والعافية والغنى والقوة والزواج والأولاد والأرزاق وغير ذلك والسمح والبصر مما تنعم به في الليل والنهار أنه من ربك والذي أنعم عليك فإذا أدركت ذلك واستحضرته ذكرت ربك وشكرته وأطعته وابتعدت عن معصيته وكان هذا هو السبيل الفلاح في الدنيا والآخرة قال تعالى فاذكروا آلاء الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أم أن الشخص يكون غافلا وربما يكون يصحبه الخذلان فلا يستحضر نعم الله عليه فهذا قد يكون من أبعد الناس عن الشكر بل حاله قريب من الجحود والكفران أين النعم فالله قد قال وما بكم من نعمة فمن الله فيا أيها المسلم استحضر هذا المعنى واحذر من أن تتحدث بنعم الله على وجه الفخري أو الخيلائي أو العجب أو أنا عندي وغير ما وعنده أو أنا حظي كذا وحظه للنحص وتتمجح بما أعطاك الله وتنسى بأن هذا ابتلاء واختبار من ربك أتشكر أم تكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله ربي لغني كريم وفق الله اتمنع الموحب وارضاء وجعل الله إياكم ممن يستمع القلب فأنتم يحسنه اللهم أهدنا بهدى وزينا بالتقوى اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أنصر المسلمين المصنع فينا في فلسطين يا رب العالمين اللهم أنصرهم عن يهود المجرمين اللهم أنصرهم عن يهود المجرمين الكافرين المعتدين اللهم يجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق والدين اللهم ألف مين قلوبهم اللهم أحكى الجماءهم والصنام وآلهم وحفظ أعراضهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وغارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين واقم الصلاة